شدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين على وقوف بلاده إلى جانب إسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها أضاف بلينكين خلال لقائه الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرزاك أن واشنطن ملتزمة بالعمل لضمان عدم تكرار هجمات السابع من أكتوبر بجانب بثلها جهوداً لإعادة المحتجزين لدى حماس بأمان نقف بقوة إلى جانب إسرائيل ونؤمن أن لديها الحق في الدفاع عن نفسها ونحن ملتزمون بالعمل لضمان عدم تكرار هجمات السابع من أكتوبر نحن أيضاً مهتمون بحماية المدنيين ومساعدة المتضررين لدينا عزيمة مشتركة ونفكر في كل لحظة في الرهائن هناك العديد من الإسرائيليين الأمريكيين والجنسيات الأخرى ونبذل جهوداً لإعادتهم بأمان من جهاته أكد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرزاك أن بلاده أنذرت سكان غزة مسبقاً قبل شن الهجمات مضيفاً أن إسرائيل أرسلت أكثر من مليون ومئتي ألف منشور لسكان القطاع للمغادرة وأيضاً أجرت نحو أربعة ملايين مكالمة تحذيرية فيما يخص التزامنا بالقانون الإنساني والدولي هذه هي المنشورات التحذيرية أرسلنا أكثر من مليون ومئتي ألف منها إلى سكان غزة كما بعثنا أكثر من ستة ملايين رسالة نصية وأجرينا نحو أربع ملايين مكالمة فعلنا ذلك لإنذار سكان القطاع مسبقاً قبل هجماتنا بما في ذلك هجوم جباليا فبينما لدينا الحق في الدفاع عن نفسنا نريد منكم الخروج من المنشآت التي تأوي صواريخ وقذائف يتم إطلاقها على مواطنين وفور خروجكم يمكننا الدخول والدفاع عن مواطنين نحن أردنا أن يذهب المدنيون لمناطق آمنة لحمايتهم